أهلا وسهلا فيكم من جديد معكم عبد الرحمة زيدام ودرب مؤتمد في منصة اي اميرا ومتخصص في مجال التجارة الالكترونية حقيقة فشل وتعطل موقع فيسبوك والويتساب والانستجرام كتير ناس حكوا في عن هذا الموضوع واللي حكى لك انه مش عارف واحد هكل واللي حكى لك فيسبوك صار عنده مشاكل معينة في الدي ان اس وامور تعليق برمجيهم اول شي خلينا نحكي شو حكى فيسبوك قبل ثلاث ساعات تحكي لك اردنا الاعتراف بالتأثير الذي احدثه الانقطاع على كل من يعتمد على الوصول الى تطبيقاتنا وخدماتنا كل يوم الى الشركات الصغيرة التي تكتشف عملاء جدد مجموعات تجمع الاشخاص حول الاهتمامات المشتركة المبدعين الذين يتفاعلون في مجتمع والاسر التي تحاول الوصول نحن آسفون لقد كنا نعمل بجد لاعادة الوصول ويسعدنا الابلاء عن تطبيقاتنا تعود على الانترنت الان شكرا لتحملك معنا واستمرارك في كونك افضل جزء في الفيسبوك بتعرف ان الفيسبوك في بعض الناس قالوا الفيسبوك هو الانترنت لما يتعطى الفيسبوك مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة طب فيسبوك نفسها لم تصرح بسبب التعطيل حقيقة التعطيل حكت بشكل عام انه مش قادرين احنا كنا نوصل والان وصلنا طيب هلأ اغلب المقالات الاجنبية للمواقع المثوقة زي الوكالات الاخبارية العالمية وبرامج بسموها ستين دقيقة المعروف في المديرة التسويق السابقة في الفيسبوك وضحت موضوع مهم وهو تأثير حكومي على الفيسبوك في مشكلة كانت مع الفيسبوك والحكومة الامريكية فيما يتعلق ان الفيسبوك في بعض العنصرية تأثير على الاطفال يعني بعض الاقوال اللي بيحكوها هاي المواقع وهاي الموظف اللي كانت وانه في اخطاء كتير بترتكبها الفيسبوك على هذا الاساس في مشكلة حكومية هلا هذه عبارة عن اقوال واعترافات وهذا اللي بيشوفوه اكثر المحللين الاقتصاديين والسياسيين في هذا المجال وخصوصا انه الفيسبوك واي منص في انحاء العالم يجب ان تخضع للرقابة الحكومية والحكومة قادرة على ايقاف هاي المنصات ليش لانه الاستخبارات في جميع انحاء العالم جميع حكومات قادرة في كبس وحده على الغاء هذه الشبكة وتنتهي من العالم اذا هل هو التأثير حكومي هل هو في هكر هل في مشاكل اخرى الفيسبوك لم تصرح الان وحتى لو بدت تنزل تصريح لم لن تعطي التصريح الحقيقي وسينزل التصريح ورح تحكي عنه جميع الوكالات الاخبارية وسيتم التعرف شو السبب الحقيقي لذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة